حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد يعني ابن ابي حبيب انه سمع عبدالله ابن الحارف الزبيدية يقول انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك حسن الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيد قال انا اول المسلمين سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ان يبول احد مستقبل القبلة فخرجت الى الناس فاخبرتهم حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا سليمان بن زياد عن عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيد قال اكالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد فاقيمت الصلاة فادخلنا ايدينا في الحصى ثم قمنا نصلي ولم نتوضى حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا سليمان بن زياد الحضرامي انه سمع عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول احدنا مستقبل القبلة حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله ابن المغيرة قال سمعت عبدالله ابن الحارف ابن جزء يقول ما رأيت احدا كان اكثرة بصما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن هارون قال ابو عبدالرحمن وسمعت انا من هارون قال حدثنا عبدالله ابن وهب قال اخبرني حيوة ابن شريح قال اخبرني عقبة ابن مسلمين عن عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيد قال كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فاكالنا فاقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضى حسن هارون حدثنا عبدالله ابن وهب قال حدثني حيوة عن عقبة ابن مسلمين التجيبي قال سمعت عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيدية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الاقدام من النار يوم القيامة قال عبدالله ولم يرفعه قال عبدالله وسمعته انا من هارون حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب انه سمع عبدالله ابن الحارف الزبيدية يقول انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله ابن المغيرة قال اخبراني عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيدي قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبول احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن خالد ابن ابي عمران وسليمان ابن زياد الحضرمي عن عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيدي قال اكالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد ثم اقيمت الصلاة فضربنا ايدينا في الحصى ثم قمنا فصلينا ولم نتوضأ حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة ابن شريح عن عقبة ابن مسلمين قال سمعت عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار حسن هارون حدثنا عبدالله ابن وهب حدثنا عمرون ان سليمان ابن زياد الحضرمي حدثه ان عبدالله ابن الحارف ابن جزء الزبيدي حدثه انه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا ازرهم فجعلوها مخاريق يجطالدون بها وهم عرات قال عبدالله فلما مررنا بهم قالوا ان هؤلاء قصيسون فدعوهم ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فلما ابصروه تبدادوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل وكنت انا وراء الحجرة فسمعته يقول سبحان الله لا من الله استحيا ولا من رسوله استطروا وام ايمن عنده تقول استغفر لهم يا رسول الله قال عبدالله فبلأي ما استغفر لهم قال عبدالله وسمعته انا من هارون حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة ابن شريح عن عقبة ابن مسلمين قال سمعت عبدالله ابن الحارث ابن جزء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار حدثنا موسى ابن داود وحسن ابن موسى قال حدثنا ابن لهيعة وحسن ابن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج قال موسى في حديثه قال سمعت عبدالله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في النار حيات كامثال اعناق البخت تسع احداهن اللسعة فيجد حموتها اربعين خريفا وان في النار عقارب كامثال البغال الموكفة تسع احداهن اللسعة فيجد حموتها اربعين سنة حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال سمعت عبدالله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي قال ما رأيت احدا اكثرة بصما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال سمعت عبدالله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي قال ما رأيت احدا اكثرة بصما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى حدثنا ليث بن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبدالله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي قال انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك انا اول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم